ما حدود معرفة عموم المغاربة بمختلف أشكال موروطهم الثقافي المادي واللامادي وهل يحمل الجميع هم صيانته والنهوض به لماذا يتعطر رهان التوظيف التنموي للموروط توظيفا ينعش اقتصاد عدد من مناطق المهرب يشغل أبنائها ويدر أعلى المداخل أي تقييم لسياسات متعاقبة ولمجموع المبادرات الجمعوية في مجال تتمين الموروط وسيانة عدد من ملامحه من اندطار بدا حتميا ثم ما مداخل الاستثمار المربح في الموروط التقافي وكيف السبيل لاعتباره مشروع أمة وفية لماضيها تنطلق منه نحو المستقبل الأفضل المغاربة والموروط التقافي موضوع عدد هذا المساء من بدون حرج والبداية عينة من أراء المواتنين موسيقى ما تنظنش بأن هات الشباب وش يعرفوا بعد أصلا وش هاد الموروط كين ولا ما كينش باش عادي حافظوا عليه ما تنظنش لأن ربما لأنه حتف في الأوسط دينا في تعليمية ولا حتف في الوساط الأوساري مثلا علمش هات الشباب بأنه كين حقا واحد الموروط تاريخي حضاري كين حافظوا عليه الحساب الجيلة نرى الموروط سوف يتدوروا في نضيطار مع مرور الوقت يعني بزاف الشباب لا يحافظوا على التوراة بزاف الحويض اللباس المغربي يجب أن نحافظوا عليه البراد من أن تتلقى واحد الفيلا في شكلها معماري ومن يدخل الداخل تلقى تات وكين تنوع كتلقى مثلا صالون تقليدي وصالون اللي ومعاصران يعني إنسان ما ينسى لا ينسى الموروط لأن الموروط يبقى عنده واحد طابع يعني مع مروروغا يتغير ضروري نحافظوا علي وادك ولي كمتل البلدين وكمتل هويتنا وكمتل بزاف الحوايج الآن ما إلى إيلات خلينا على ذلك الشيولي نكن تمدع لكل ما هو أوروبي يعني هم قلنا نشحنا مغربة ما مقلنا نش مسلمين ما فانتيني في إيلات كلمنا على الموروط بصفة عامة كنتكلموا لعدة أسباب هي لي خلات هذه الموروط ما يبقاش وين ذاتر من أهم سبب العلامة دون كما كنعرفوا كاملين العلامة هو واحد نامط عالمي من خلاله كنت تغير مثل العادات والتقاليد دلك الدولة وكنت تبتوا بواحد القالب بواحد القالب عصري وتقاليد وأعراف غربية مساء سعيد مشاهدين الكرام لرفع الحرج عن موضوع هذا العدد ورحبوا بضيوفي فيها الستوديو وأبدأ بالأستاذة فاطنال بي وهي عضو المكتب التنفيذي لجمعية كازا ميموار أو داكرة البيضاء مساء الخير مساء الخير حيثما وجدت الداكرة حيثما وجدت تاريخ توجد فاطنال بيها أهلا وسهلا بك شكرا ورحب كذلك بالأستاذ عبد المجيد في النيشة المسرحي والباحث في التراث والثقافة الشعبية أرى الله فيك شكرا على استدفع الكريم أهلا وسهلا على يساري يسعدني أن أستطيف الأستاذ ربيع الخمليشي رئيس المرصد أو رئيس مرصد حماية البيئة والمآتر التاريخية بمدينة فنجة مساء الخير مرحبا وترحيب موصول لدكتور عبد الرحيم العطري الأستاذ الباحث في السوسيولوجيا مساء الخير مساء الخير أستاذ إيمان دكتور عبد الرحيم العطري كيف يفهم عموم المغاربة اليوم بأن الموضوع المطروق الموضوع المغاربة والموروط التقافي هو موضوع يجب أن يرفع عنه الحرج هو موضوع يجب أن يرفع عنه الحرج لأنه موضوع محرج للغاية وما علينا إلا أن نقوي من نظرتنا ومن ملاحظتنا ونتجه إلى صوب المآتر دينا ونشوفه ما نطاري فيها غالقوا مآتر مهددة بالنهيار غالقوا مآتر تحولت إلى مراحل عمومية حشاكم غالقوا جموعة من الفضاعات التي تتخلي الموضوع محرج يعني تخلينا ربما الماء دي الوجه دي الناس نفقده في كثير من الأحيان إذن هذا هو السبب الحرج فضلا عن طرات اللامادي اللي في كثير من الأحيان تعاني من التهميش يعاني من الإقصاء إلى حد قريب نأخذ أي مثل دي العيطة العيطة كانت مهماشة عاد مؤخرا دخولة الجامعة المغربيات والذي نعترفه بها إذن هذا هو موضوع الحرج هو أنه موضوع محرج لنا ويوتير فينا كثير من الأسئلة تعليقا على مجف الشهادات ما الذي استوقفك ربما في تداول هذه العين من المهاربة لموضوع عدد اليوم الذي سوقفني أستاذ إيمان هو ثقافة الإجماع وتقافة الإجماع تقتل في كثير من الأحيان الكل أجمع على أنه إحنا عندنا التورة دينا وعندنا القيام دينا وعندنا هذه المآتر دينا خصنا نهتم بها التواحد ما كان في موقع ضدي أو موقع خلافي ولكن في نفسي الآن بما أن القاعدة الأساسية في سياس يقولك الإجماع يقتل ها هو اللي يطرق أنه بالرغم من أننا نجمع على أنه هاد تقافة دينا وهات تورة دينا خصوه يكون متميز يكون محترم ولكن النتيجة لا أحد يحترمه إذن أين الخلل؟ شكونا هو اللي ما يحترمش هات تورة دينا؟ أعتقد بأن الأمر عنده بزاف الأسباب ولربما في النقاش سنبحتو فيها أكثر أكيد تعليقا على مجف الشهادات أشريك الأستاذة فاطنان أنا في الحقيقة من مرش نتكلم على إجمع لأنك المستويات بليت أن نتكلم على المسؤولية بالنسبة للتورة وبالنسبة للموروط هناك مسؤوليات متفاوتة هناك المسؤولية ديال الدولة وديال ذوي القرار وهناك المسؤولية ديال المواطن من المسؤولية ديال ذوي القرار أنا أعتقد بأن عندنا تاريخ شوية مظلم ما كانش يشارك المواطن في سياسة العمومية ما كانش يشاركو في تاريخ ديال البلاد ولا في الموروط ديالها ولا في الغناء ديالها يعني كان المواطن موهمش وبالتالي ما يمكن شلوهمه اليوم يلقي ناهاتي يحافظش على التورات ديالو وعلى الموروط التقافي وعلى القيمة ديالو للتاريخية ولا العمرانية اليوم بالفعل هذا المجال هو مجال ديال mintile الاشتغال اللي يشتغل فيه المجتمع المدني واللي يعني يرافع فيه من أجل رد الاعتبار له كبقية القضايا اللي كتهم المواطن الموارد أكيد أستاذ عبد المجيد في النيش واش فعلا تخلي عن التراث والتقصير في حقه ربما عدم إعطاءه هذا المكان والحفاظ عليه وصيانته وتتمينه هي فقط مسؤولية هذا الجيل الحالي هو اللي ما عندوش هذا الهم وما منشغلش به أولا ربما هنكونوا متعسفين إلا صدرنا حكم من هذا القبيل مسؤولية جماعية أولا أولا تركمة تاريخية نحن بلدناد أترف بالأمازيغية كتقفة لتلسنين الدسترات الأمازيغية كتقفة بمعنى أن الأمر في اعتقادي سرورة تاريخية بطئة نعم لكنها ممكن نقوله أنها خذت طريقة أنا ما أترني في صريحة المواطنين هو اعتراف المغاربة بثلاثة ديال المتناقضة الأول كيقول الله يرحم الأولين ما خلونا ما نديره وما خلونا ما نقوله الموقف الثاني من صريحات كذلك وهو أن تلك أمات قد خالت نحن جيل جديد بعقلية جديدة وبدينية جديدة والثالث اللي لمستو كذلك وهذا الشي داز كله بين داز ديمني تقريبا هو شكيقول جديد لليجد دولبالي لا تفرض فيه هو الأخ اللي هضر على الفيلة اللي ممكن تلقى فيها جناح تقليدي وجناح عصري عصري هالدهنية المغربية كيفش يمكن تكون مستويات هالثلاثة المتناقل واحد كيقطع واحد يعترف ولكن يريد أن يتجاوز واحد كيقول لك أحاول أن وفق وفق بينا هالثلاثة ديال المعطيات كاملة كيفش يمكن تكون عامل توحد نحو شي حاجة نسمينا خطة وطنية للارتقاء بشأن التورات التورات المادي واللا مادي لما يجي تفصل في اللا مادي على وجه الخصوص وهذا ما جالي ستفصلونا في اللا مادي وشركة الأستاذ ربيع الخمنيشي وضمار أستاذ ربيع الخمنيشي من جيل الشباب وهناك ينلوم الانخيرات جيل الشباب في الدفاع لكل ما هو مروض طقافي واش فعلا هذا الكلام صحيح؟ بمعنى أن نحتفل اشتغاليكم اليومي ما كتلقوش هذا الهم عند طلب الجامعيين عند الشباب من النساء من الرجال كذلك او لا هو فعلا هم مجتمعي او لا مشكل مجتمعي وفي الحقيقة كما قالت أستاذ فاطناه هو نتيجة السياسات وديل التراكمات إذا كان الجيل الحالي لا يدرك الأهمية ديال التراث وديل الماضي بصفة عامة باعتبار بأن الماضي احنا اللي محتاجينه ما شو اللي محتاجنا باعتباره بأن الأمم والشعوب لا بد أن ترتكز على موروطها ضاري على طراثها على ثقافتها من أجل تقدم إلى الأمام فإذا كان نقص لدى الأجيال الجديدة فهذا تأكيد هو منتوج ديال المجموعة من العوامل المنظمة التعليمية السياسة العمومية بشكل العارضاني الدور ديال الأسرة كذلك بمعنى بأن من خلال هاد الشهادة لحظنا شيئين أساسية المسألة الأولى هو المسألة ديال الإجماع بأنه كان موروط ومهم ربما إذا دخلنا في التفاصيل إلى أي حد كان إدراك ديال هاد نوعية ديال موروط هذا السؤال عند العموم ديال المواطنين ولكن على الأقل المقولة العامة والمتداولة هو أنه كان موروط مهم من ناحية أخرى كان واحد التشاؤم بخصوص المستقبل والحال ديال هاد الموروط وفي نفس الوقت التعاطي مع الأمر بواحد بواحد المسافة وبواحد السلبية وربما هذا هو المدخل وهذا هو الخلال اللي يخصنا نعرجوه لأنه من أجل يخصنا إعادة تكيف النظرة ديالنا لهاد الموروط بطريقة استشرافية بطريقة كتسمحنا نوضفه من أجل المستقبل ومن أجل الأجيال المقبلة خاصة بأن هذا الموروط غني جدا ومتفرد وعنده إمكانية هائلة سواء في الشق المادي أو الشق اللامادي من هذه الفكرة قد نواصل مع دكتور عبد الرحيم العطري بأي معنى أو كيف نقرب للناس طبعا اللي تشاهدون اليوم بأن الموروط التقافي المغربي في الشقيه المادي واللامادي هو من بين ربما الأغناء عالميا كما يصنف أو من بين الأكثر طراءا وتنوعا واختلافا فعلا أستاذ إماد قبل أن نجاوب على هذه السؤال أولا نضبطوا المفهوم جيدا باش نقربوا أكثر للعموم مشاهدين طرات المادي على مدى يحيل ثلاثة العناصر أساسية المآتير التاريخية المعالم المعالم التاريخية أيضا والعمرانية ثم الروائع الفنية يعني واحدة النفورات كبيرة جدا أو لوحات وهذا كله يحيل على طرات مادي طرات اللامادي ما هو وفق التعريف يونيسكو هو واحد للمجموعة المواقف تعبيرات وتامتلا آلا ού فكل ما أنتجه الإنسان من إنتاج فكري ومادي فهو يحيله على التورات إذن هنا تلقوا المغربة بأنه راهما أغنى من جوع اللباس يعني من جغرافية اللباس المغربي من شمالي إلى جنوبي واحد الغينة واحد تعدد كبير جدا من جوع الطبخ واحد طراء كبير جدا من غنجو المعمار واحد طراء كبير جدا من غنجو الأمثال الشعبية من غنجو النوازل منازل عيدة بمثلنا حاليا احنا عيدة بحاليا خرساد السعود أشنو تقولون المغاربة سعد السعود في سافر يام سعود بمعنى رأسالة يعني الباية تشتوي وممكن الجو يتقد شوية وممكن تسافر إلى صبات في السمايم دير راس مالك بهايم بمعنى أنها تعطيك حتى السلوك الاقتصادي اللي ممكن تديره يعني إلى صبات في الوقت ديال السمايم من الأحسن شرير بهايم وهذا رأي العام غيكون متميز إذن هل قيمة رمزية ديالشيء؟ ولكن لا نوضفه ما يميز المغرب أيضا هو واحد المجتمع اللي غارق في القدام حندب حاليا رأي 33 قرن حسب محمد شافيق ديال الحضور الأمازيغي في المغرب ها 33 قرن رأي ماشي سهلة فيها تورات وفيها أفكار وفيها قيم وفيها ناس دازوا مجموعة من الأشياء وخلوا البصمة ديالهم في التاريخ ولكن للأسف الشديد هو أنه لا نتم من هذه الأشياء لا نقيمها وما سنعرفوش كيفاش نجيبوا مننا الفلوس لأن دول أخرى ربما عنداش يجب سيطع من ناسي بشهول تركيا تقول لهم يلا ستمشي لواحد الساحة قدام الجيد الأزرق تلقى واحد النفورة تعبان مهرس تقول لك لا ده كانوا تعبان كبير ولكن عاشرة الناس يدوزوا احنا لا ديتهم على القصر البديع لا ديتهم على الشلة لا ديتهم أي بلاصة من هذا يدخلوا خمس يام وما تيدوروا وما تتصوروا ولكن المشكلة لدينا هو لا نعرف كيف نصوق هذا المنتوج قبل مواصلة النقاش مشاهدين نمضي قدما من خلال روبرتاج الموالي في تشخيص الحال نتوقف عند عدد من الأخطار المهددة لموروطنا التقافي وفي مقدمتها صور جاهزة وتمثلات مغلوطة حول قيمته ووظائفه وكذا سلوكية خاطئة تهدد عددا من ملامح الموروط بالفقد بدل الاستثمار فيه واعتباره رافعا تنمويا مضمون العائدات بواحد من أغنى الأشكال على الصعيد العالمي يصنف الموروط التقافي المهربي بشقيه المادي واللامادي هي ثروة استراتيجية غير قابلة للاسترجاع في حال الضياع هكذا ينعته كل مسكون بهاجس صيانة الموروط بل وبالاستثمار المربح في كل مكوناتها عبر العالم المغرب يشكل قطب رئيسي من ناحية تراتيها بمختلف الأشكال كانت في الطبخ، كانت في الزي، كانت في المباني كانت في عدد دي الأمور لتركمات تركمات عائلة فنحتفظ بهذه التورات ننميوه ندمجوه في سيرورة اقتصادية ودية الخلق، الشغل، ودية المساهمة في تنمية البلاد هذا واضح وهدف استراتيجي للبلاد من الإجحاف المزدوجي يعاني الموروط التقافي المهربي فلا هو يحظى بكبير اهتمام على مستوى الترميم والمحافظة ولا هو يقع في صلب مخططات اقتصادية وتنموية أسوة بتجارب عدد من البلدان التي تجاوزت النظرة الرومانسية للموروط وفالكلارة مكوناتها إلى جعله رافعة للتنمية تدر أعلى المداخيل الموروط لا يجب دائما اعتباره شيئا مادويا بقد يساهموا حتى في تنمية الحاضر خلال يعني توجد عدة مناطق في العالم حاليا تعيش على السياحة الثقافية طبعا تحدث السياحة يجب كذلك نتعامل بذكاء بألا تقوم بتدمير أو مسخ أو مسح هذه الهوية الثقافية المحلية رهان التوظيف التنموي للتراث لا سبيل إلى رفعه إلا بتعبئة كل المهاربة حتى ينفرط في هكذا منطق للتدبير والاستثمار في موروطهم بضعف في الوعي حينا أو وعي موجود تقابله اختلالات في السلوك أحيانا توصف العلاقة بين جيل الشباب وبين الموروط التقافي علاقة غير سوية تتهدد هذا الموروط بالاندطار الحتمي اللي كي هدد التراث هو جعله مسألة شبه تنوية تقافيا في الدهن ديال المواطن يعني شيء قديم ولكن إلا كان قديم رهان مش الجودة دياله اللي تراجعت إلا كان قديم رهان هو الأساس هو في العمق هو في السفادي لحياتنا هما مختلف التطورات اللي عاشنا في تقافتنا في حياتنا في طريقنا إلى غيره فإذا كان قديم هو اللي يخصو يمكن يكون عزيز في قلبنا ونبدلو الصورة اللي عندنا على هات الصورات نبدلوها تغيير في النظرة للموروط يستتبعه تحرك عاجل لسيانة كل مكوناتها على أن أولى خطوات هذا المشوار الشاق والمكلف تبقى القيامة بعملية تشخيص متأنية تمكن من تحديد الحاجيات وتوفير الإمكانيات حتى تتسم كل التدخلات بالنجاعة والفعالية بعيدا عن منطق الترميق قبل الترميم وأياد التهيل يحتاج إلى تحديد الهوية وعملية تحديد الهوية هي عملية الجرد بمعنى علينا أن نعرفه أولا ثم أن نلم بحدوده ثانيا ثم أن نعرف ما هي الطريقة المثلى للتدخل عليه وإذا نجح المنهج في التراث المادي فلماذا لا ينجح في التراث اللامادي ما ستطلبه الأمر هو القيام بجرد مكونات هذا التراث اللامادي أي جرد القصائد، جرد الأشعار، جرد المرددات، جرد الأمثال وحتى توثيقها وخصوصا لذا كبار السن لا يستقيم طرح النهوض بالموروث الثقافي كمشكل بقدر ما يحمل الحلول الناجعة لعدد من مشاكلنا الاقتصادية أو بالأحرى التنموية وهو الجواب الشافي عن سؤال الإفلاس القيمي حيث يقوي الالتفاف حول التراث الحس بالانتماء والتشبت بالهوية وعبرها بالمواطنة الحقة حقوقاً وواجبات تجاه ماضي حاضر ومستقبل هذا البلد موسيقى فأواصل مع الأستاذة فاطنال بوير طبعاً الحديث مع جمعيات كارزامي موار ولكن من خلالها نريد أن نريد تشخيص لحال التراث المادي في المهريب على مستوى المعمار على مستوى المآتر هل هو بخير إجمالاً؟ في الحقيقة الجرد ديال التراث اللي هو مسؤولية ديال ذوي القرار وديال الوزارات المعنية بالأمر يعني في حالته لا تنبئ بالخير لأن مادم ما كيناش سياسة ديال ترافع عليه كرافع التنمية الاقتصادية وما كينش سياسة وطنية للتصالح معاه يعني تبقى التوصيات ديال هيئة الإنصف والمصالحة ديال إنه المواطن خصويت صالح مع ماضيه ومع تاريخه ومع صفحات السوداء فيه يعني ما زال ما كنحسوش يمكن المجتمع المدني عنده قصب السبق في هذا المجال وهنا فين يمكن نشوف العمل الجمعية ديال الدار البيضاء الذاكرة يعني هي اللي كترافع أمام الوزارة المعنية بالأمر وكتتعاون معها على أساس أنه مثلاً يتم تسجيل بعض المباني التراثية باش يتم الحجز ديال يعني تعريضها للتلف أو لتعريضها ولكن مني كانت تكلموه أنا بغيت نوقف عن جوج نقاط المسألة ديال العلاقة ديال الشباب مع المورد الثقافي دياله ومورد المادي واللا مادي والعلاقة ديال المواطن يعني هي علاقته به جاية من العلاقة ديال المسؤولية اللي عنده فيه وهذه المسؤولية هي مسؤولية اللي مايمكن ليش يديرها بمفرده يعني مثلاً مثلاً تطلبه من واحد كيسكن في عمارة عندها تاريخ وهي عمرانياً ما خصها الصيانة وخصها الاهتمام وهو يعني عندها تاريخ في المعاملة الاقتصادية معاها سواء مثلاً عمارات اللي مكرية بتعمل زهيد وتطلب من ملاهيسون هولا يعود لها لأسانسر يعني مايمكن ليش كفرد كمواطن مايمكن ليش يتحملوا المسؤولية ديالها كذلك تطلب من الشباب يتحملوا المسؤولية في صيانة المورد الثقافي مش مسؤوليته مسؤوليته يعني في أنه نفد عليه تربية وسياسة معينة كين الآن يعني مآتر عمرانية مثلاً في الحين المحمدي يعني المواطن اليوم كيسترجع القيمة ديالها ديك المساكل اللي هو فيها ولكن هو ساكن فيها وتيجوا الناس من مدارس عليا خاري أجنبية تدرسوا الهندسة ديالها والتاريخ ديالها والمواطن اللي ساكن فيها ما عارف شو بقيمتها فكيفاش بغيتيه يهتم بها ولا كيفاش بغيتيه وبطبيعة الحال المسؤولية مش غير ديال المواطن مش غير ديال أجهزة ديال القرار مسؤولية كدلك ديال المنتخبين لأنه هم مسؤولين على حماية هذك التورات في سياسة ديالهم في العمل ديال الجماعة وفي الاهتمام بالبيئة والاهتمام بالفضاء اللي تيسكن فيها هذك المواطن اللي كيصوت عليه واللي هو مسؤول على حماية التوراتية والتاريخية دياله سنبقى في المادة نرجع لك أستاذ بالمجيد فنيش ونواصل معك أستاذ ربيع الخمليشي عندكم دراسة ربما نتائج ديالها كتهم مدينة طنجة ولكن يمكن نشوفه من خلالها ما يجري في كل ربوع الوطن دراسة عندها علاقة بالمآثير التاريخية وصلتوا لواحد الخلاصات يعني كتعطي واحد صورة قاتمة قربنا بشكل ربما مقتضب من هذه المسألة وعطينا رأيك بالإشكال الوطنية بالفعل يعني مرصد حماية البيئة والمآثير التاريخية بطنجة حاول كمبادرة ديال المجتمع المدني في شقه الترافع مواكبات لميلفذ المآثير من خلال إصدار تقرير سنوي حول تطور الحالة ديال المآثير التاريخية بالمنطقة ديالطنجة فالخلاصات سواء ديالتقرير ديال 2012 اللي كانت تقرير الأول أو ديال 13 وحاليا ديال 2014 بأن الوضع حارج للغاية وما يكن قول حارج كين على جميع المستويات وإذا أخذنا الطنجة كنموذج من طبيعة الحال ما يجري في الطنجة فبالضرورة هو ما يحصل في جميع المدن المغربية فإذا أخذنا هذا النموذج سنرى أن الوضع حيث مآثير التاريخية ديال مختلف العصور رهى فوضعية حارجة للغاية فإذا ترقى مثلا من العصور ما قبل التاريخ كيف الحمام كيف مغارة هرق اللي هي الرمز ديال مدينة الطنجة فوضعية حارجة للغاية ومؤخرة تم استدراكها من خلال مشروع ديالتنجة الكبرى ولكن كين موقع أخرى مثلا كين مقابل رومانية اللي ما رأيش في حالة جيدة إذا مشينا الفطرة ديال الفطرة التاريخية ديال مثلا مدينة كوطا اللي هي من المدن القليلة في شمال إفريقيا اللي كان فيها بالأثار ديال المعامل معامل صناعية اللي كانت في الفطرة ديال المورية والفطرة ديال فينيقية وكذلك الرومانية تصدر السمك المملح إلى مختلف الموانع ديال المتوسط وهي حاليا في وضعية محاصرة حتى المفتشين ديال المعاملات التاريخية ما يمكن لهم شي دخلوها لأنها مسياجة في ملك خاص هذه إشكالات حقيقية إذا مشينا الفطرة الإسلامية وطنجة كتعرفوا التاريخ ديالها في الفطرة الإسلامية مثلا أصوار مدينة القديمة متهالكة ضريح ولو تطف في وضع متردلي لغاية إذا مشينا أو تاني عرّجنا على الفطرات ديال الفطرات الدولية والاستعمار كذلك سنرى مجموعة المواقع في حالة مصرح سرفانتيس في حالة يرترى رغم أنها من مسائح القديمة في شمال إفريقيا من 1913 بلاساتورو التي هي ساحة التيران والتي هي من ناحية المعمارية فريدة من نوعها على المستوى الوطني كذلك فيلا هاريس التي لديها خصوصية وكانت منتجة طبيعي للسكينة البلدية فهم جموعة من المواقع يعني كلها تسارع الزمن ربما الوثيرة ديال التظاهر ديالها كانت مقبولة في مرحلة مؤينة ولكن دبعا مع الإكراه ديال تمدد عمراني مع المشاريع المهيكلة مع الضغط الاقتصادي مع الشهية ديالأسحار العقار كي يجعل فعلا بأننا وصلنا تقريبا لنقطة لا عودة فيما يخص إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المآثر والتي هي طبعا مغروث ليس لطنجة فقط أو للمغرف فقط وإنما ديالإنسانية جمعة وأنا تحدث اليوم عن موروط التقافي غير قابل للاسترجاع في حال الضيع يعني حاجة اللي ما فيهاش ما فيهاش نقطة بداية جديدة السيد عبد المجيد دفنيش واش صورة في طورة المادي بهذه القتامة أو في بعضين من أجزائه أنا إليس محسيني نرجع شوي التعريف لأنه أعتقد أنه هو المدخل باش نفهم وش اللي كيتقل تعريف ديال التورة المادي أو المادي ونضرب لغة دارية جمعة المغاربة رغم ما شي شي حاجة قديمة هي التورة المادي وشي خرافة عند مئتين عام هي التورة المادي بناية عندها تألف عام يمكن لا تشكل تورة ماديا وأغنية عندها ألفين سنين يمكن أن لا تمثل تورة الماديا التورة هو إنتاج إنساني في زمن النماء لم يكن يسمى بتورات فعل خلق فيه في نهاره أدى وظيفة كما يؤدي هذا الستيديو اللي منذ بمئة عام سيصبح توراتا ماديا هذا هو التورات يعيش فينا كان أعطيه واحد المهم ما يقوم بها أعطينا للبرد أنه يسخن اختارنا واحد النهار سخنة ديال الضق لكن فعل التسخيل اللي هو الوظيفة هو اللي كيتحول من آلة إلى أخرى نفس القضية في تورات المادي واللا مادي جيد مدام التورات المادي واللا مادي هو فعل ديال نحن كنديروه كيعيش معانا كيكبر معانا لدرجة نسؤولك أنت كائن توراتي اسمك يعود إلى 300 سنة أو 400 سنة ديالة صحيح؟ صحيح؟ تاريخ ميلادك يعود إلى 40 سنة أو أقل أو أكثر يعني أنا قلت أقل أو بديت بأقل بمعنى التورات هو واحد الفعل غادي فينا منك يشتميزوه مطلقا نحن الخطأ اللي وقعنا فيه في تعليمنا وفي توجيهنا في الويوت وكادف فهمنا الناس أن والتورات هي حاجة متحافية كتشاف فقط لا وظيفة لها بقيت في الدينية المغربية كيف تحيدل أن التورات راح نحن هذا طبعا اللي قدمنا اليوم ستقول لي مادة توراتية جيد الغينة ديالتورات المغرب باش نكون مش عتني من غلقين بزاف ونقولوا أننا نحن صنعنا الطاريخ الإنساني كامل حقيقة مغرب متميز نعم لكن مغرب راح ملتقى حضارات راح لنا الأطار كلها ديالتور عباد الله كاملين ديالتور ويندلتور رومان ديالتور بيزنطين ديالتور إسبان البرتغال جاءوا المجاهدين البحرية اسمهم تاريخ الأوروب تاريخ الأوروب اسمهم القراصين مشوا إلى أقصى شمال الأطلسي ورجعوا بعائلات ورجعوا بثقافة طبخ وليبس وكذا مغرب ماذا فعل؟ وهذا اللي قال السي عبدالله قلنون رحمه الله وهذه مدينة وطنجة الآن في النبوغ المغربي المغرب استطاع أن يجمع هذه الشتات المتناقض في هوية واحدة والدستور للبلاد الآن كيقولها خمسة الروافد أساسية من دنيا ما نفهمه لا طورة مادي ولا طورة لا مادي بخصوص طورة لا مادي ممكننا نقول أن إذا كانت شيء ندراسة ودوية عند الإخوة المشتغلين في حقل طورة المادي نحن في اللا مادي معنا شهد نضرب العكس نقوله أن الناس اللي يشتغلوا اللي يشتغلوا في حقل طورة المادي استطاعوا أنه من جزء في خمسين سنة الأشياء الكثيرة اللي كتبنا أنها قديمة نعطي مثال فولكلور الآن كنا نفهمه أنه مفهوم قدحي عيب شي حاجة فولكلورية يعني مغرقة في الشعبية هو تعبير ألماني الفولك هو الشعب هو الأر بفرنسية ومتاع الحديث فن الشعب بمعنى قيمته هي أعلى مدى ما أنها فن للشعب المغرب كانت درجة لا تدخله إلى الجامعة لتدرس درجة أن الدكتور عباس الجنرالي غير دير أول بحث أكاديمي على قصيدة الملحون على الجزاجة العموما وهو فن تقافة لمادية شعبية اللي جاء أنه يهز وطروحته يمشي للإدرة في مصر في الستينات لأن المغاربة في البداية حاربوا هذا المد اللامادي الشعبي جيد ماذا حدث مباشرة منتصف الستينات وبالأساس بعد السبعة وستين وما يعرفوا بين النكساء إلى آخرين النصر ضدت البد أن وجودنا الآن ضروري ندلولوا واحدا رجعوا اللون ونشوفوا شنو يا أمجدنا اللون جاءوا الموروتات اللامادي يقول له وخدموها لماذا ننجل جيلاله شنو داروا جيلاله من أجر لامادي في قصيدة الملحون أجر كأقول الناس الغيوان المشاهب تقدى حركة الزجال حركة المصرح الشعبي حركة المصرح الجريبي وسير سير جمعات الأشياء كلها في آخر المطف شنو كاتتها طينا كاتتنا الآن أكاديمية للمملكة من مهمها وأهم لجنة التورات اللي الآن يمكن نقول أنها غطت وش لا أخوف على توراتنا اللامادي لأنها بصورة جميلة أنا أشغل فيه يوميا أقول إن المشغلين في حق تورات اللامادي خذي مثل الأغاني اللي كيتغنو بي الشاب اللي كيخوك خيفي من الاستيلاب أشكايان ودابة مع فناير كل مراجعوا إلى التورات اللامادي داروا فيه اللمسا هذا هو الفهم حقيقي للتورات هذا هو الفهم حقيقي إنه مجرى نهر يسين عندك إضافة قبل ما نقض مدخل هذه الفهم لهذا قلت قبل قليل أنه لا لوم على الشباب بالعكس الشباب كيحاول ما أمكن بالإمكانية دياله الضعيفة أنه يسترجع تورات وأنه يعمر الأماكن مثلا المجازر البلدية شكل ما عمرها يوميا تنشط فيها الأنشطة ثقافية اللي فيها ويعني والحفاظ عليها باش ما ياخدها باش ما تتخربش هو شباب جميل هاد سورالي أعطينا للشباب واخران أدخلت لهذه الحصة بفكرة أخرى وبمنظر آخر دكتور عبد الرحمن نعتري كيفاش كيف ما قالوا الأساتد نقطعوا مع هذه النظرة التورات والمورة التقافي بأنه شي حاجة من الماضي وشي حاجة عبئة لنا نحافظ عليها ونخسر عليها الفلوس وشي حاجة يلاشفناها إيجابيا فتنشوفها بحنين وبرومانسيا عوضة الانطلاق منها للصناعات الحاضر والمستقبل أنا أستاذ إيماني يعني في التعريف العلمي اللي أعطيسه بشي ضبط المفهوم هو أنه مثلا نقوله التورات هو كل ما أنتجهه الإنسان من إنتاجين مادي وفكري كانت واضحة الفكرة يعني لا داعي للمرور إلى أقصى فهذا الجانب هنا أرجع لواحد المسألة مهمة جدا هو هالتورات دي نأخذ نعطيه واحد المثال بسيط جدا في المشمع دي نفتقافة الحسانية أساسا تقافة الحسانية عندهم واحد الفكرة كانت مهمة جدا ما يسمى بالمنيحة المنيحة من المنحة ما هي هذه المنيحة؟ تتأسس على إعادة توزيع الطروة وعن تكون عنده الإيبل بزاف الغنم بزاف ما تفعله؟ ديك الإيبل يتوزع منها في إطار ما يسمى المنيحة عن الناس اللي ضيرين به وبذلك يضمن تضامن ديالهم ويضمن تألف ديالهم ويضمن أنه ما تكونش واحد طراتوبات الجماعية عالية جدا لوزعها كذلك وقتش دارت ما شي من أجل اللحم شي واحد من تترسل البقراء ديالهم طيب الحل تكون طرق سويد بها الحل هو أنه تتوزع على الجامع من أجل تقاسم الخسارة هذا را ترات لها مادي هذا را فكر هذه ممارسة لأن الترات هذه را قيم قيم لأنها تدخل فيها حتى الممارسة والتعبيرات والفضاء التقافية من تنقوله جامع الفنا را داخل في الترات مثل نقوله من موسم ديال طانطان داخل في الترات لأن الوظائف دياله السوق الأسبوعي داخلتها هو في الترات لأن شنوض الدور ديال السوق السوق أولا بعدها باش يديروه المغاربة تديروه في واحد المنطقة غير ملغومة وقاربة من المقدس وهي ملتقة ديال الطرق تستجمع القبائل كاملة وفي السوق ممكن نوتقوا المواتق ديالنا في السوق ممكن نديرو العهود ديالنا في السوق ممكن أن نفضل نرخيز الخلافات ديالنا إذن هذه القيمة الرمزية لماذا نعطينا لها القيمة أولا التاريخ لأن التاريخ يمارس علينا تقلاع نحن في اللحظة من قرية التاريخ قرية من بانا من كادا من كادا لم ندرس واحد العلاقة حميمية مع التاريخ الآن المغاربة عندهم متحف وطني للأطا واش عارفين وفين كين كين في واحد الزنقى ديالي بريهي في واحد البلاصة دائرة ما ما عندك شفين تحطوا نوبيل في حين أن الدول التي تحترموا نفسها والتي هي متصالحة مع ماضية المتاحف هي دائما في الواجهة ربما مؤسسات عندنا ديال الواجهة ومؤسسات ديال الخلفية كل ما يرتبط بتاريخنا فهو في الخلف لأسف شديد إذن اليوم نحن لا ننموه للشباب لأن الشباب هو ضحية ولا أعتقد أنه شي وعدنا في القاعة أو في السوديولام الشباب بالعكس الشباب هو الذي يمكن أن يؤسس المؤسس قبل ولكن السؤال اليوم علش ما أعطيناه لأدوات لأنه ما ننسوش بأنها تاريخ الدول التي تقدمت در ثلاثة المصالحات أساسية مصالحة مع الماضي مصالحة مع الحاضر ومصالحة مع المستقبل نحن لم نتصالح لا مع ماضينا ولا مع حاضرنا ولا مع مستقبلنا هذه ليست نظرة سودوية ولكن آمل أن نتصالح هذا هو الهدف أن نتصالح جميعا مع موروطنا التقافي وأن نغير النظرة تجاهها هو طبعا ترات حدث في الماضي ولكن نؤسس من خلاله المستقبل فاصل قصير نعود بعده مشاهدين لمتابعة النقاش وموضوع المهاربة والموروط التقافي نلتقي بعد لحظات أهلا بكم مجددا أستاذ ربيع الخمليشي كيف نفهمه هذا الفرق بين الصورة المشرقة الحفاظ على تراتنا اللامادي وبين الصورة السوداء والقاتمة ديال انضطار ونهيار وفقد عدد من ملامح تراتنا المادي هو الفقراجع بشكل أساسي العلاقة الوظيفية ترات المادي والترات المادي لأن الترات اللامادي عنده حضور مباشر في حياتنا اليومية فالقيم تنتقل من جيل بسلاسة سواء في الطبخ سواء في اللباس سواء في الأمثال الشعبية سواء في بعض القيام الانتقال لهم الأداة تكون طبيعية وسريسة بينما العلاقة بالترات المادي هي علاقة حديثة لأن في الماضي العلاقة بالمغاربة بما هو تاريخي وأثري كان علاقة وظيفية بمعنى كيصلحوا المسيد إذا وقع فيه شي ضرار كيحتفظ مخطوطة معينة لأنه سيستعملها يعني بمعنى وظيفي الأضريحة المساجد إلى آخره ولكن من يتغير الدور الوظيفي يتعاملوا معها بمشكلة أو تانية لا يعيد كبير اهتمام للطابع الأثري والتاريخي هذا هو الفرق ما بين هذا الجزء الحواج بمعنى المستوى الدولي كما تعرفوا البداية الاهتمام العلمي والمدروسة بالمآثير بعد الثورة الفرنسية وتقريباً أخذت واحد الحيز للمائة سنة عادت خرج أول قانون على المستوى الوطني في عهد الحماية 1912 بخصوص المحافظة على المآثير وعلى النقوش الأثرية من بعد جو قاوانين في الأربع عينات كذلك في الفطرات الاستعمار وأول قانون يعني كان مهم في الفطرات الاستقلال هو القانون 22-80 اللي وضع مجموعة دي القواعد للتعامل مع هذا التراث المادي إلا أن الملاحظ بأن القانون كان فيه مجموعة من الأعطاب في المستوى دي التطبيق في المستوى دي التحديد المسؤوليات في المستوى دي القوى الإجرائية في المستوى دي الإشراك المجتمع المدني دي استحاثة عموم المواطنين بشي ساهم محتهما يكون عندهم ضوء لهذا راحضنا بأن الإطار القانوني ما قدرش يواكب ما قدرش يواكب التطور دي الوضعية الحارجة دي هذه المآثة لهذا فمن أولى الأولويات كما غريبا أن نعيد تأسيس العلاقة دينا بع هذا الموروث والمدخل الأساسي طبعا كي المدخل القانوني اللي أصبح من اللازم اللي كتحكم علاقتنا بهذا الموروث وكذلك عدد النظر حتف من يقود الاستراتيجية الوطنية لأنه بان بالموسم بأن وزارة التقافة برغم من المجهودات اللي كتقوم بها من رغم الإمكانية البشرية إلا أن لا الميزانية ديها ولا العدد دي الأطور ديها كافي بأنه يتبع فعلا هذا الملف في لاخذنا كمثال مثلا المنطقة دي التنجة عندنا المصلحة مفتشية المباني التاريخية فيها فردين واشفع جوز فردين ممكن يقوموا بتفتيش ومراقبات وتتبع دي الأحوال المآثة التاريخية على الأقل في سبعات الأقالين وده بحاليا كين الإقليم دي الحسيمة اللي انضاف بمعنى عندك واحد المساحة شاسعة واحد العدد كثير جدا من المباني واللي من من دون إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه المآثرة فممكننا شي نتقدموه بمعنى بيخص إعادة النظر في الشق القانوني في الأدوات المؤسساتية في الاعتمادات المالية في الاعتمادات المالية في شركات وفي حلول مبدعة لأننا المفروض نتكلموه عن الحلول المبدعة من خلال الكلام ديالك أستاذ فاتنا البيت يبن بأننا بقين واحد مو بعد انطلاقها ما غادرنا شفحين إلى استحضرنا تجارب ديال دول أخرى فهي اليوم تكلمنا على قصر الحمراء قبل من بدو هذه الحسطة ولا بريت أولا بغيت نأكد على الشي اللي قال الأستاذ الخمليشي يعني كين فرق قانوني أولا في هذا المجال وكذلك تكلم على الوزارة مثلا بالنسبة لي نحن المندوبية في الدار البيضاء وهنا تنحيي ذاك البنات ديال الإدارة لأن العمل اللي تقوموا به هائل وجبار وتتعاونوا مع الجمعية في الحفاظ على المباني التراثية والتاريخية يعني كين واحد كان واحد العمل ديال الرقابة ديرينه بشكل تضامني مع الجمعية باش أي مبنى تعطى فيه قرار ديال الهدم وخاكينا الدورية لأنه كان دورية ديال الوزارات الداخلية اللي تتحمي هذه المآتير العمرانية من الهدم ولكن هذه الدورية يتم تحايل عليها وبالتالي يعني تخيلي أنه موضفين ديال المندوبية وأعضاء ديال الجمعية كيقوموا أولا بالجرد ديال المباني التاريخية وكيعملوا على أنه يتم تسجيلها باش يتم الحفاظ عليها وحجزها وفي نفس الوقت خصوم يبقوا يعني تجري وحاضين وتيتبادلوا المعلومات وتيتبادلوا تضامن وتنحي وهذا العمل اللي تقوموا به المواطنين سواء على مستوى المسؤولية ديالهم في المؤسسات والمصالح الخارجية أو على مستوى الجمعية واحدة المسألة التي تتكلمنا عليها ديال القطع مع بعض السلوكات هنا بغيت نرجع للقطع مع واحد السلوك اللي كان كذلك مأخرنا في مجال الحفاظ على المآتير العمرانية لكمسؤولين ولكمواطنين وأن هذا ترد ديالستعمر مثلا مني بدأت الجمعية تتشتغل على بعض المباني التاريخية في الدار البيضاء أو يعني تتحاول تسجلها وتتكلم عليها بدأت الانتقادات على أنها أننا نحافظ على مباني ديال المستعمر هنا تتحضرنا تجربة ديال سبانيا سبانيا اليوم يعني ما تتعتبر شهادك عمران إسلامي وتخاصمت معه لأنه عمران إسلامي بالعكس تبناته واليوم هو رافع عادية التنمية عندها وتتشتغل عليه وأما ما تدخل منه موارد مالية وهنا نستحضر الأمثلة متعددة وقصر الحمراء ذليل على أنه الناس ما توقفوش في الزيارة له لأن كان يعني الاشتغال على المجال القانوني كان الاشتغال على مجال التحسيس يعني المواطن الإسباني اليوم عنده تقافة ديال التعامل مع المتحف ومع التورات ومع المسائل تبناها دياله تاريخ دياله أسود أكثر من ديالنا ولكن هو تصلح مع ماضي وتصلح مع العمران دياله في مجال المسألة ديال يعني لأنه المسؤول على العمران يقول لي ما كانش فرق بينه وبين الدولة هو تشجيعه لأن بعض المرات كيجيش واحد شراشي أرض ولا المواطن بغي يبيع ذاك المحل فين ساكن هو عنده قيمة تاريخية هو عنده مصلحة والأخرى عنده مصلحة سيمكن لنا نبدلوا له المصلحة سواء بالنسبة للمواطن نعفيه من الضاربة ونشجعه لأنه يحافظ على ذاك الموروث أو هذاك اللي بغي العقار نعطيه أرض أخرى ونعطيه إعفاءات اللي يتمكنوا من أنه ذاك يعني ذاك اللهف ديال 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 العقار يكون عنده تهوى يكون جوابا نحاولوا ما أمكان نستجبوا الحاجيات ديال الناس في نفس الوقت نصونوا التورات ديالنا ساعد المجيد فينيش مني كان يعني كان ديرو هذا يعني الحديث اللي كانت تحدثتو طبعا على التورات المادية وتنتكلموا بنوع من من سلبية وبنوع من تأصف تنجيو التورات المادية باش نتفاجأوا شوية قبل طبعا في الفاصل قلت لنا بأن هناك حركية هناك دينامية هناك نهرجانات هناك مواسم الهدف ديالها هو الترويج لهذه التورات المادية أكثر قربنا من هذه الصورة الترويج والارتقاء به والارتقاء به وتطويره علش هذه الحيوية المتوفرة بخلاف وطيرة ما هو في المادية المادية معكوم بصلة وصايا وبقوانين وقوانين يبدو أنها عفاعلها الزمن هذا واحد المادية هو سلوك يومي في تقافتنا في حديثنا في الباسنا في أكنا في علاقتنا الاجتماعية في تعبير على هذه العلاقات وهو إبداع إلى صحة التعبير الفرضي الآن ارتقى هذا الإبداع الفرضي إلى جماعي على مسويين جماعي تقليدي القصير زايا وزربية والناس تغني وزربية والناس تغني العيالات المرددة هي تبقى قائمة أرجان أرجان والناس تغني وتردد تتبهش كون فيهم لك تحسين تنقياد اللوز وتخلط إلى آخره هذا نسميناه تنظيم جماعي لكنه تقليدي تنظيم جماعي عصري أو حديث من خلال المؤسسات والجمعيات ليتيب بدوريا محكومة بنظم وقوانين جيد في الشق المدني لا التقليدي ولا المؤسسة الجمعيات وغيرها يمكن نقول أن الحركية سبق حركية السلطات العمومية باش ما ما نسمي كن كدب أنا قلت كين الحيوية في تطوير والإرتقاء بتطويرات لم تدفاش في شقي ما يقوم به الناس المغربية والمغربية المغربية والمغربية أولا داخل البيوت الآن بغض النظر على وجود 17 ألف حاجة تجعلك أنك تكون بعيد على ما هو مغربي مغربي مع ذلك اللمسة المغربية ما زالت قائمة بالفيسبوك وبغيرها وتبتلي لك تشاطين مع ذلك كين شي حاجة سميتة بلغة محطوطة وسي صينية بقى عند بعض الرجلين وسي وشي وريخة صغيرة دايزيلة ما كانش إمكانية دي لتقبز تتضار كاملة هذا الخالد محطوطة 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 تجاوز نعطيك غير واحد محطوطة بسيط تفضل إلى أدن تيلي تفضل العيطة وش العيطة اللي كنسمعو الان هي اللي بدأت نهار للأول وش نهار اللي كانش عيطة سميتة مرساوية واخرى العبدية واخرى شي عظمية هاد الأشي اللي عيطة نهار هو البان الترديدة بدون موسيقى أولا وضيفت إليها الآلة الموسيقية ولا ضرر فيها دريد كيف نقول الآن في الارتقاء الحقيقي هو المواد اللي الآن يمكن نبدأ ننسها ويحب كم التطوير خس ندير الأنطولوجيات خس المغرب الآن يدخل بسرعة من خلال إيجاد إطار قانوني شنو هو شي مزيس على التقافة شي مزيس على التورات المادية واللمادية هل لي هاد شيف توصيات وفين احنا من توضيف التنماوي لهذا التورات المادية أكيد أكيد الآن تطور جيد تطور الآن اللي كتعرف صح الجامعة في النوا حتى صنفة صورة إنسانية كنا هذا فيها الماكلة أكثر ما فيها حاجة أخرى بالليل الماكلة هذا هو التوازن هو يختلف معكوسة بعد الكشكة تخلص هل هي الحلقة هم تتفرجوا ولكن في الحلقة يعني بدأ شو هذا الفقد بدأ التجاري أكتر بدأ الاستهلاكي أكتر أكيد لكن الخصوصية ما زالت قائمة ما زالت خص حزم في تدبير الساحة ونخصت أجمعية بلسيرة حزم في تدبير الساحة لأن هذا العامل الغزو التجاري يتحد منه شيئا ما هذا واحد قلت لي توضيف تلماوي توضيف تلماوي في الفلوس جيد في الاستثمار المربح صحيح ما قولوا كيف المواسيم الآن ديال الصوفية أقطاب الصوفية في المغرب كاملة التي الآن خرجت على بعدها الصوفي المحض بين قوصين الصوفي اللي لنا فيه ما فيه تهوى بنفسه هذا الزاوية والموريدين اللي مبقاتش الزاوية والموريد بقدر ما ولت فرجات فرجات احتفالية كتجلب بعدد كبير من السياح اللي على عطري هولينا مضطر بنيو فناديق ونعبدو طرق جميل خريطات المغرب الآن وضح هذا الأمر فالأطلس على وجه الخصوص اللي ما كناش كنحلمو أن الزفتي وصل لشي بلايس وصل بفضل موسم ديال الزاوية والموسم الآن ما يضار عندك ما يحدث فيها في الموريد النبوي هي بدأت خمسين واحد كيدلوا مديح وسمع بمناسبة ذكر الموليد الآن خدت بوعد آخر وأنها مناظرة دولية حول التصوف ببعدها التنموي اللي ضرت مع السلطات وغيرها والمستمرين كذلك يكونوا تمام يكونوا الشحيحين على الوطن يزيدوا يغامروا في هذا شي شوية من يشوفوا تضفش ميرجمش بلصا يدعمه ينضي بنولي وطن هذا المنطق واضح هنكمل بهذه الفكرة التي توضيف تنموي دكتور عبد راحي بالعطري يعني توضيف تنموي ماشي فقط فطورات المادية حتى فطورات المادية تكلمنا على قصر الحمراء وغانرجع لك أستاذ الخميش أنا سيدي فنيش على غير عادتي يتكلموا بتفاؤل أكبر تعرفه متشائم لا لا سواء متشائم ولكن واقعيا إلى درجة كبيرة وهو ابن شرعي لمصرح الهوات وابن شرعي للثقافة الشعبية ويعرف ما يعانيه المايسترو ما يتلان وما يعانيه القرطاوي وما يعانيه الناس الفنانين الشعبيين اللي هذه ربما النظرة الحالية لا تصدق عليهم بالمرة أنا لا أقول أوضاع الشعبية هذا هو وصف تفقنا الآن تطوير الإنتاج من الشكل جميل جميل جدا ولكن الناس الناس الذين يرددون وهذه الناس اللي هم الرأس مال البشري اللي تنتجنا شي في ناومة صحيح في ناومة هذ ناومة هذ ناس يعانيه هذ ناس يجيبون معمال وذلك شي شيخات وما إلى ذلك وهذا يبقوا في ثلاثة ليل وما يضربون بالبرد وما يلقوا وش اللي وصلهم يعني تنجيبون في طالفة الكلارة وذلك شي يعني باقي هذ الممارسة للأسف المسيئة إلى طورتنا بقى مستمر لحد الآن الرجاء مسألة أخرى للطورة المادي وعند رجاء للطورة اللامادي أعطي مثال بسيط جدا أنه يتعرض للنهب والتخريب مدينة سنة التي يعرفها جيدا أستاذي الجليل في النيش هو أنها محاطة بأسوار والأسوار إلى حد قريب إلى حدوث تمانينات كانت فيها مدافع من البرونز في المشات المدافع ومشات إلى فيلات ومشات إلى أماكن معينة الزهات لم يكن بقى جوج مدافع حاليا ربما من الحديد ومشات وديا البرونز ووجات وجوج ديال الحديد مدينة وليلي جاء طائرة في 1999 وزات تمتال ديونيزوس من البرونز مشاق ناهيك على القيطاع وناهيك على مجموعة من الأشياء التي تطرف هذه البلاد المسألة أخرى هي دبا الآن تتم واحد الساقية مهمة في تاريخ المغرب وهي الساقية التي تجيب الماء إلى مدينة الريباط من عين اعتيق في ناهية انتبعوا المصار ديالها كانت ديزم الحديقة الوطنية للحيوانات وغدا نيشان في ناهية بقي طريف من ناح دبا بمراكش طروف والخرين في ناهما الزحف الإسمنتي والعمراني قضى عليها هذا يؤكيد ما قلت هو أن الشق لمدى الاشتغال فيه مدني ناس ناس المسألة أخرى هذا بالجانب يعني إذن يتعرض للتخريب ويتعرض للنب وثم ذك السيد الذي يحشكم زي ما أسير على هذه المسألة التي تبول على هذاك أنا مغلوموش لأننا ربيناش على أنه يحترم التاريخ دياله ما أعطيناش المؤهلات والمهارات باش يحترم التاريخ دياله وما أعطيناش أنه تملك ذاك الفضاء وراه دياله حين لنا القطيعة ما هو شي عاجل فضاء أمومي ما تنتميش ليه ندوز لها التورات اللامادي اليوم كي المشكلة الفلكلارة هي عدنا 80 مهرجان ولكن هاد المهرجان تنتجو التروى را تيجيو أجانب ولكن حنا تنخلصو اليوم نطيل حنا اللي تنقدو اليوم را الريال ما تيحطوش را كينا مهرجان جارة كبرى تيجي هاد السيد من بره وحنا تنتظر الله فيه دوما تساطي كبرى لا علاقة تورات اللامادي أنا سأذر يعني صفة عامة لا يعني توضيح لا مهرجانات الكبرى هي معلومة مهرجانات العلاقات العامة التي تخدم البلاد أحيانا في تيجاهات أخرى كنت تتكلم على توضيف التنموي وشتوضيف معطوب أو لم يكن توضيف لا توضيف معطوب توضيف معطوب للأسف الشديد لأنه أولا خصنات صالحه معطوب تبغينا الشغل مثلا على العيطة أنا أحيي أولا الدكتور حسن نجميلي أنه أول واحد يعني يوصي بحميد الله يقمو يوصي حسن البحراوي من الناس الأوائل اللي فتحوا هذا الورش داخل الجامعة المغربية وفقت إلى حدين قريب كان مرفوض يوحي يتكلم على العيطة هذا العيطة يعني شيء أجب حل خيبة وهذا ولكن الشغل في هذا الجديد المشكلة اللي كان في هذا المهرجانات في كثير من الأحيان هو أنها لا تنتجوا التروى أنا أؤمن بالدبلوماسية التقافية ما كان مشكل نجيب وعد شخصية ونخسروا عليها فلوس ما كان مشكل ولكن وشي وصل ذاك شيء ما يسترو وشي وصل القرطاوي وشي وصل الناس دينا الشيوخ دينا دينا الملحون الرجعون كيف الشي يعيشوا رأى أحيانا عندما عجبنا الأجنابي وحطينا في أوطين سانكتوال ولأخر الدينة الداخلية إذن كنوا واقعين واضح واضح دكتور عبد الرحمن أعتقد أن نرجع للطورات المادية وكنت كلموا طبعا نحن بصدد إنهاء هذه الحلقة ونحاول نقلب على مداخل الحل وتجاوز قبل ذلك وبما أننا اليوم طبعا حيدنا اللوم إلى الشباب وتعزيزا لهذه الفكرة نتعرف على جيهان الشابة التي تحمل هم التآكل المتواصل بل وحتى انهيار أجزاء هامة من أسوار رسالة العتيقة وبغاية إيقاف النزيف أعدت جيهان مشروعا متكاملا لترميم والصيانة الموروط المعماري للمدينة مشروع لم يرى النور لحد الساعة بسبب غياب جهة داعمة تفاصيل أوفى مع كوتر حمومي وعد السماد منتصر عرض الحائط تضرب جيهان حكما جاهزا يقول بسوء العلاقة بين الشباب المغربي وموروطه التقافي ببالغ الأسى تعاين الشابة وعلى مدى العامين الماضيين الانهيار التدريجي لهذا الصور العتيق عين بصيرة ويد قصيرة لا تملك سوى أن تتفقد الطللة والطلل الصور موحيدي من تأسس في القرنة من 12 تهدم جزء منه أكثر من عامين وتوحد ما أخذها بادرة لا سوى من المجمع المدني ولا من الدولة أنها يقوم بترميم دياله والحد الساعة ما كان حتى بوادير على أن يقوم بالحفاظ عليه ولا تحسيس بأن هناك صور اللي عنده أكثر من 800 قرون تساهم في حماية ديال المدينة عظيمة وكبيرة بحسلة رافقنا جهان في جولة تفقدية داخل حاضرة سل العتيقة هنا تحول جزء من الموروث الثقافي المادي إلى خطر يتهدد حياة قاطني هذه الأحياء مساحة هامة من الصور انهارت تماما وأخرى في طريقها إلى الانهيار تستبدل بجدران من طوب وإسمنت عبثا تحاول الشابة إقناع السكان بأن في الأمر اعتداء سارخ على تاريخ المدينة كانت عندي محادثة مع الناس باش نعرف الأهمية ديال هاد الصور لدى المواطنيين وعرفوا مش عندهم يعني حاسين بأن هاد قيمة ديال تاريخ ديال الصور تساوحد للأسف كيقولك الله نحيدوه نحيدوه باش لأنه كيشكل خطر على الناس اللي كيدو زمنه وهدي لماذا؟ لأنه ما عارفينش للقيمة ديال ولا التاريخية ولا الأتارية ولا تشي حاجة أمام هكذا مشاهد لم تكن جيهان لتقف مكتوفة الأيدي أعدت مشروعا لإعادة تأهيل وترميم أسوار المدينة طرقت به وما تزال الكثير من الأبواب دون مجيب لا تدعمني لإعادة تأهيل القيمة لأنه كان مجيبا لإعادة تأهيل القيمة لأنه لا تدعم كيفية لإعادة تأهيل القيمة لأيدي مصرية دعمتني دعمتني يعني بكل شيء أنا قلت لك يعني بدال وإحنا وإحنا معاك يعني علش هم علش علبر لقيت لقيت الناس اللي غادي يدعموني وإلقيت يعني أصوار معنوية وفي بلعدك وفين بغاقة تحميل أثار وفين بغاقة تعلني عليها ما كانش ما كانش دام من غياب الدعم تشتكي جيهان وتشتكي كذلك من استسهال ترميم النسيج المعماري الذي يحتاج لتعامل حرفي من قبل خبراء وتقنيين ينهضون على الوجه الأكمل بمسؤولية التعامل مع التاريخ المشاريع اللي حاليا اللي كتدار للترميم الأثار كنوضوك يرمموها المدة ديالترميم كتكون قسيرة بساف في الأجل ديال الترميم مدى سنة 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 ثلاثين تبدأ ترجع وترجع التح ماشي كتترمم من لفعون ديالها ومن الأساس وعن دراية وعن خبراء ومش لها خبراء وتقنيين اللي غادي يعرفوا بالحق ديال داك التراب والأثار الإنساني اللي تمناس به هذه قرون رغم كل العقبات التي اعترضت طريقة هذه الشابة لم تفقد بعض الأمل في خروج مشروعها الواعد إلى حيز الوجود يوماً عندي عزيمة وحب كبير وطاقة كبيرة باش وان شاء الله انها باش تتحقق شي نهار شي واحد القاشئي اللي دعمني في المشروع ديال الترميم ديال والأثار والحفاظ عليها ومن من هملوهاش من هملوهاش لأنه لا يربينا النشأ وخليناها مشروع أمة من من البدء غادي النشأ غايكبر وعنده حب وحترام للتاريخ دياله إلى جعل النهوض بالموروط التقافي مشروع أمة تدعو جيهان التي تقول بوجود شباب كتر مثلها منشغلون بالمسألة التراتية ويحملون هم صون وتأهيل كل أشكال الموروط يلتمسون الأخذ بمقترحاتهم ويناشدون الدعم المادية والمعنوية لمبادراتهم ومشارعهم فهل من مجيب موسيقى 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 ربيع الخمليشي طبعاً كان حي وجيهان لشبنا البورتري ديالها ويعني هذا النضال ديالها المستمت ولكن مازال المشروع طبعاً ديالها معلق تتسنى ربما الدعم وأشياء أخرى ماشي فقط الدعم المسألة ماشي مسألة الدعم المسألة كما قلنا هو الإطار العام الإطار العام ما يسمحش متدخل مباشر ديال المجتمع المدني في مشاريع مباشرة هذا من ناحية من ناحية أخرى تعدد المتدخلين مشكل وكان نحضم مفارقة غريبة مثلاً نهار يكون حادث المدينة القديمة لأخذنا جميع المدينة القديمة في حوادث ويتشكوا الناس مثلاً صور ديال المدينة القديمة ويمكن يهدد الساكنة فالجميع يتهرب من المسؤولية ويرسلك من المصلاحة الأخرى ولكن مبادرات في حال هذه مثلاً لأخذ المجتمع المدني المبادرة سيجد جميع الصراط توقف ضده يقولون يجي الثقافة سيجي مفتش المباني سيجي القيد المنطقة سيجي المجلس البلدي كلهم يقولوني وحاضرين يعني هما ميسلحوش ولكن إلى جارة المتمنى هذا إشكال أنا ما كان أممش ولكن هذه إشكالات حقيقية كينا على أرض الواقع نرجع للمسألة الأساسية باش من هضرنا على البعد التنموي وعلى بأن توضيف تنموي لهذه المآثر ما نقولوش بأن أو تاني باش ما نكونوش سوداوياً مئة في المئة نقولو بأن كينا محاولات ولكن هذه المحاولات واش فعلاً كتأدي الغراض الأساسي منها من كيوقف واحد الشاب قدام مثلاً المسجد في حل كتوبية في مراكش واش ياخذ انطباع ولا غالب مجراض لحل المسجد كبير البناء كتصور معاه وما كينش يحتمث مثلاً لائحة تشويرية اللي كتذكر بالسياق دي المسجد بأن هذا كي أرخ اللحظة كانوا فيها المغاربة عندهم نفوذ من تونس إلى الأندلس كانت قوة إقليمية كانت قادرة كانت أثرف صناعة حدث على مستوى العالمي كانت سوق دي الكتوب وهذه كتوبية الأصلية الكتوبية بمعنى بمعنى واش ياخذ منه ذاك الرسالة اللي كتبث فيها الاعتزاز والحماس والشعور الوطني كذلك لأخذنا مثلاً موقع آخر اللي هو قصر المجاز في القصر الصغير في المنطقية منطقة العبور الجيوش المغربية لأندلس سواء من الفتح الإسلامي إلى الزلاقة إلى العقاب إلى مختلف الحاملات المارينية ولكن دي نمشي تلك الموقع أنا مذكور مغادية جبرلات شوير لا الشرح لا احتجي شيئاً في الوقت لذلك الموقع مؤهل أنه يلعب نفس الضور اللي كتلعب الحمراء بل وأكثر لو تلقى فيه لإمكانيات نعطيك أو تني مثال آخر ومنحقبة أخرى اللي كتربطنا مثلاً بالأساطير الإغريقية واللي هذه خصوصية دي المغرب من خلال مثلاً المنطقة ديالتانجا كما كتعرفوه في اللاميتولوجي إغريق كي يظهروا بأن الأعمال ديالهيراق لكن آخر أعمال هو وصل كالبي وآبيلا بشفص القارات إلى آخر وبينكين ما خارت هيراق وكين تمال جاردان ديزيس بيغيس اللي هو تفاحات الدهبية بمعنى توضيف ديال هاد الموروط تصوري معي شحال من السياح اللي من مختلف اللي ينتمون للثقافة الغربية من أوروبا اللي ممكن أن نتثيرهم هذه واحدة الإمكانية بسيطة لتأهيل مواقع معينة سواء في الغابة القريبة اللي نظرياً هي الموقع دياله جاردان ديزيس بيغيس سواء مغارة هيراق للمفروض بأنها كانت مغارة طبعاً شيء أسطوري ولكن قادر أنه يجلب السياح كما يجلبهم عبر العالم ولكن مع الأسف يعني إحتاج الإمكانية من حاجة موجودة من حاجة موجودة غير مكلفة نحن ننطلق من الأشيء من أجل خلق الثروة وهذا هو الإبداع الإنساني واللي يحز في الناس بأن المتاح يعني إمكانية هائلة هائلة نعطي مجرد أمثلة بسيطة والأمثلة متعددة إذا بغيت نهضروا إلى المداخل الأساسية سنرجع لك في مداخلة ربما أخيرة وستدفتنا لديك تكميلة في ارتباط كان المثال الواضح دي المجازر البلدية اللي من 2000 وهي مسجلة ومن 2000 وهي يعني معلنة كمصنع للثقافة ما يحدث على أرض الواقع هو أنه فعلا مصنع للثقافة لأنه تتلقى فيه الناس من جميع مناطق العالم فرق فنية انتاجات سينمائية انتاجات إبداعية فنية ولد الحي لمحمدي اليوم عبر المسرح الرحال ينجو يعني ويتتحر بشكل يومي رياضي فني مصرحي إلى آخره يوميا كان آلاف الأنشطة اللي كتدز في هذا المكان ولكن لحد الساعة الاتفاقية اللي كتتم مع مجلس المدينة مع مرة ما كتفوت سنة إذن مسألة الترافع المادي ممكنة لأن جميع المؤسسات العالمية يعني مستعدة أنها تدعم وخاصة نحن عندنا أمستردام رأي شاريك يعني مجلس مدينة أمستردام هو شاريك معنا في هذا المكان ولكن لإعادة ترميم تخص واحد الاتفاقية اللي هي على الأقل خمس سنوات أو عشر سنوات لحد الساعة ما كيش شوقع لها الاتفاقية السبب هو أنه كيف قلت لك ما زال ما عندناش المسؤولين اللي بغين يتحملوا المسؤولية في مسألة يعني ثقافة كرافع التنمية والاهتمام يعني مليتا نقوله مناهضة الإرهاب أنا بالنسبة لي هذا المكان يوميا يناهض الإرهاب لأنه يوميا أنت كانت فيه كانت فيه واحد العمل مصنع سينمائي جاءوا الناس من جميع المدارس ديال دار البيضاء باش يديروا فيلم يعني عندهم جميع المؤهلات كانت واحد المؤسسة دارت رهن إشارتهم جميع المؤهلات باش تصنع فيلم جميع الأفلام اللي تصنعت في غالبها أفلام ديال العنف إذن هذا ماشي مجال ديال تفجير العنف وديال يعني يعني تفتح ديال الشباب ديال الغد فعلاش من غد ماشي غير على مستوى الدار لبيضاء هذك مصنع ثقافي على المستوى الوطني والدولي طبعا هنكمل ران أرجع لك أستاذة بمجيد فنيش دكتور عبد الرحيم معتري الصورة احتضاف شديد هاد مسألة ديال الترتيب وتشجيل ديال المآثر وهنا الأعطاء ديال القانون اللي كان أضعوا له لا يسمح لا يضمن حماية بل معاكس شمرت كيكون وبال بمعنى بإنه كيكون مبنى معين مسجل بس صاحبه يتخلى منه كي يساهم في التدهور العاجل دياله باش يطاح باش يتهرب ماذا المسؤولية للترتيب لأنه دول اللي كان قلوه لإعاقة القانون وهنا تيرتبته ما كيعطيش إمكاني لجمع المحلية ولا الدولة باش تدخل بطوة من أجل فرض التأهيل دياله بمعنى أن أنصف الحلول في أحيان كثيرة تؤدي إلى نتائج أكسي تؤدي إلى تعمق المآسي كلما لا تنجوا على الضرب يضي ينطبق ربما على الوطن تتكلمنا على القصابات تتكلمنا على كل فضاءاتنا الآية والتي نشيرها أستاذ إيمان هو نمشي للمغرب المنسي نمشي للمغرب المنسي وأساساً للمنطقة ديالدرعة والمنطقة ديالزيز اللي معروفة أساساً بالقسور والقصابات الشلول اللي يطرف هذا المناطق هو أن الناس خلّهوا القصبة وخلّهوا القصر وفين طلعوا طلعوا الطريق واللاتين جدادة نأطوا المدينة في المغرب نقدرون نقوله بذلك المعنى لأن مدينة كل شيء الناس طلعوا الطريق مثلاً زيال تيمتيق الوسطانية كلهم طلعوا لحدة بكل شيء طلع الطريق ولكن شكل يخلّهم يطلعوا وفي اللحظة من تتموت القصر وتتموت مع القصبة أشنو اللي يطرع رامات قيم لأن القصرة شنو اللي كان فيه رخصنا واحد ترتيب هو بعدها أولاً بناية دفاعية ولكن بناية جديمعية أيضاً فيها في الدخل أولاً ما يسمى الدكانة ما يسمى بأرحبي مجموعة من المصارات اللي فيها القيم ديال المغاربة وديالتواصل ديال المغاربة المشكلة دابا اليوم هو أنه كيفاش نخرجه من هادل الإزمة كيفاش نعيده الاعتبار هادشي هنا واحد المثل المغربي عميق تقال لما تعرف الطير الحر تي شوي المغاربة أخصنا يعلمون بأن هادشي اللي عندهم رأح حر رأى من الناس سنعرف إذا بإحنا عطاوص الحر ولكن لا رأى كنز عميق وقوي جدا هادك الصور الموحيدي ذك الصور المرابط ذيك المنارة كل هادلأشياء ذك طعام ذيك سوسيكا فعلا كل هادلأشياء فعلا التزوط كذلك ومجموعة من القيم هادلأشياء رأى دي بيجو رأى مجوهارات ولكن لا نعرف القيمة دي لها ولأذا نحن نخلي وتتحرق على طول تنحرق التاريخ دي لنا تنحرق الحاضر دي لنا والمستقبل دي لنا هو بين قوسين ولكن اليوم إعادة الاعتبار هي أولا في المصالحة أول حاجة لا مكنش المصالحة لا يمكنش نزيده القدرة عطني الكلمة نحن نخم سادية سنعطي السياة بالمجيد في النش وسننهي هذه الحلقة سننهيها على إقاع المصالحة أستاذ عبد المجيد في النش دي لنا تشخيص كيف دي لنا تشخيص اليوم اعتبرنا بأن التورات اللامادي غاديم زيان تورات اللامادي بقيم هاي غاديم هناك سرعتان سرعتان مختلفتان مجتمع مغريبي بحيويته في شبان هذا الحمل في شيوخ وفيه جمعيات تقليدية وحادثة وفيه سرعتان متخلية على التورات اللامادي كما هي متخلية على التورات المادي كما هي متخلية على بزاف دي المواضيع منذ التخلي هو في عر المرحلة ولكن هذا لا يمنع أن نقول أن المجتمع المغريبي واخذ العمل شنو الأولوية أولوية الشيغل الآن هي كيف نربي الجيل لبقي ما هو هنا ولهنا في هذا الخضم الزحف الكبير دي المعلومات المعلومات تكنولوجيا المعلومات اللي ما بقتش فيها الخرفة ما بقتش فيها الجدام ما بقتش فيها السلام عليكم والتي فيها لغة فيسبوكية وغيرها كيفاش يمكننا نصنع بداء التكنولوجيا بقيمنا بحامول الأصيلة وبقيمنا هذا خطير جدا لكن كنقول لو يدخل رأس المال الخاص إلى جانب سياسة دولة في قوانين لينا من أجل تشجيع الاستثمار في هذا المجال فينا مجال صناعة ترات لماد جديد بعقلية المغربية دي ناس إذا الرسول متحركة لكتعود الخرفات ولكن دي الجحا ودي الحديدان ودية المعزيزة وغيرها وغيرها ماشي بالضرورة طارزا وزيرو سيبرمان اللي كان قد 14 العمارة و15 العمارة مثلا بمعنى الأمر هو أولا إيرادة سياسية خصصة توفر تانيا تجيبنا ترسانة قانونية رأس المال إيرادة سياسية ترسانة قانونية ترسانة قانونية ترسانة قانونية تعطي القطع الخاص ضمانة وتسهيلة أنه يزيد مع معاة الإعلامية مشكلة في الإعلام كيف أشبتها الطرات المادية بقاموصان وانتك تدوزها الأشكال طراتية فنيا غير على الموستوى والغنق تدوزها في سهرات الأسبوع تتخاصم 15 لون غنائي على 50 دقيق كيف أشهد أي مهمة يؤديها الإعلام بمعنى أن الدولة ستسهل الممورية والقطاع الخاص يزيد من أجل المستوى الإعلامي ولم تدوزها عن طرات المادية أو طرات المادية ومهمته خطيرة جدا خطيرة جدا توضيف طرات المادية في الأفلام والمسلسلات المغربية ما هو كارت بوستال كارت بوستال صورة نمطية كتحطن كما هي وأحيانا تحطر كارت بوستال غير متوفرة الأمر أعتقد أنه خطير جدا يجب المغربة أنه ليست المراد الحيوي لعند المجامع المدني وعند شبانه الآن نواصل معك أستاذ ربيع الخمليشي سأعطيك تختمينا الحلقة سيدة فاسنال بيه وتفضل شنو مداخلتك الأخيرة من الوقت فعلا أدرك أنا باعتقادي بأن المدخل الأساسي هو أننا نحاول نقتلق بعض التجارب الناجحة نحن في لحظة مؤيانا المغرب بدأ اختيارات المستوى الدستوري وما يليها من مستويات لأساسي في أن مثلا في المسألة للبيئة مشينا تقدمنا من خلال المثاق الوطني للتنمية المستدامة ومن بعد القانون الإطار للبيئة إلى آخره فكين دينامية وكين وضع جديد المآثار والمآثار والطراث خصوا نفس الوقفة أو خصوا إيرادة كبرى يعني توجيهات كبرى خصوا لحظة وطنية وعلى غير جعلوا مشروع أمة مشروع أمة لأن بالفعل مثلا من نظره إلى البيئة وطاقات المتجديدة ونظره إلى جمع الأشياء كذلك الطراث يجب مقاربة شمولية وعراضانية ويجب الإبداع سواء إما خلق هيئة خاصة في المجلس الأعلى الآثار ربما يجبنا لحظة أن يكون لدينا مجلس خاص بالمآثار والطراث المادي واللا مادي من طبيعة الحال كذلك كيخص توضيح للمتدخلين إعطاء دور أكبر للجماعات المحلية وتوضيح للاختصاصات وإعطاء أكبر دور المجتمع المدني في الخصوص يعني ليس فقط الترافع ولكن الحماية والتأهيل لهذا الموروظ كيخص يعادة النظر في طريقة تعامل وسائل الإعلام في طريقة كذلك المدارس المدارس والناشئة القيام إشراكها ومقاربة ومتحسيسها تحسيسها دور الموروظ ودور التراث الوطني كينا اقتراحات ربما ربما حصة أخرى من أجل الحديث على البدائل دكتور عبد الرحيم باقتداء قبل أن نختم سأحاول أستاذ إيمان نقتصم معك ومع الأوفياء بدون حرج الكلمة جميلة قرسة هذه الأسبوع تقول لك النمو من أجل النمو لا يحدث إلا مع الخلايا السرطانية لأن الخلايا السرطانية هي اللي تتنمو من أجل النمو باش تقتل إعليها نحن قصنا النمو من أجل الكرامة النمو من أجل المصالحة الاجتماعية وهنا لا بأس نتكلم على واحد الفئة اللي داخلها في طرات المادي واللا مادي في نفس الآن عند جوش قبعة تعتمرهما وهي الفئة دي الحريفية الفئة دي الصناع التقليديين سواء بالمرضي ذاتهما اللي تردوا الأشياء ومتي صوبوا سواء بالمصوغات والأشياء اللي تنجوا الناس دي النقرة الناس دي العرعر الناس دي الخشاب الزرابي كل ذات الأشياء هاد الناس شنون الوضعية الاجتماعية ديالهم هاد الناس شنون الظروف ديالهم لأن هادو هما الداكرة رمز الداكرة هما اللي غايد ديرو لنهو ترانسفير ولكن شنون يوضعيتهم المرأة اللي ستخدم الزربية بـ 300 درام في الشر أو بـ 200 درام في الشر دكسيد الحرائفين اللي سيصاوبوا البلغاء بجوج ذراها من البلغاء اللي سيصاوبوا العقاد بربع دريال هذه الناس قصنا نتمو بهم لأن هذه المصالحة اللي سنعذر المصالحة الاجتماعية أولا وأخيرا أي نوع من المصالحة كتحدث لها أخر من المصالحة واللي سنعتبره أقوى لحظات 2015 لماذا؟ لأنه في الوقت اللي داعش تدمر المعالم دي الحضارة العربية نحن تنشتغل مع الشباب في المصالحة ديالهم مع المكان مع المآتر ديالهم التاريخية خلال واحد الأسبوع اللي تزوروا فيه اللي تستقبلوا فيه كتر من ربعة لفتنمين تنخضوا بيديهم يمشوا معهم مرشيدين تكونوا خلال سنة يعني في تاريخ هالأماكن اللي تندوزهم منها في مدينة الضربية الحي المحمدين مدينة القديمة شارع محمد الخامس إلى آخر يعني في بعض المآتر التاريخية وبعض الأماكن اللي بحل المحكامة بحل البسطة اللي تشوفوا بداها شو ما يمكن لهم شي يدخلوا لها تيدخلوا لها السبت الحد وكان ناخذوا كذلك حتى تنشغلوا حتى مع الجمعية ديال المعاقل اللي تهيئة نحاولوا نديروا لهم زيارات خاصة بالإمكانيات اللي كتراعي الأوضاع ديالهم ولكن ماشي كان نزوروا غير مدينة دار البيضاء في كل دورة وهذا على شكلت أقوى لحظة لأنها في نفس الوقت كانت جاوب على واحد الحالة ديال الضرب اللي كان عيشوها في العالم العربي ولكن في نفس الوقت كانت سترجعوا فيها واحد العلاقة مع واحد البلد اللي عند اللي هو تعتبره قضيتنا الوطنية الأولى من بعد القضية الوطنية اللي معروفة اللي هو فلسطين وعندنا ديف الشرف هي مدينة رام الله إذن غنناخدوا هذك الوليدات وهذك الناس اللي غادي يزوروا معانا في هذه الأيام غنناخدوهم عبر معارض وعبر بيعتة فلسطينية وعبر رسام فلسطيني يعني غادي يمشي ويزوروا لمدينة ديال رام الله ويديروا المقارنة ما بين توراة وطني وتوراة أعطينا تاريخ هذا من 14 من 15 حتى مرحبا بكم جميع في هذه التوراة إذن هذا ربما شهر من أجل الاحتفاء بالتوراة المغربي بالمواجر من أجل المصالحة من أجل المصالحة يالبي ضاوي مع مدينة ودي المغربي يال المغربي مع التوراة المغربي والمغربي والفلسطيني شكرا أستاذ فاتمالبه دائما أينما حلالتي تتحدثين عن المصالحة الله أهلا وسهلا بك شكرا لأستاذ عبد المجيد شكرا جزيلا رجل المصرح بامتياز وحتى المداخلات كانت فيها كان فيها طبعا الجانب ديالكلام وكان كذلك لوجستويل أهلا وسهلا بك شكرا موصول أستاذ ربي الخامليشي شكرا طبعا للحديث كلام دين تبانجا ومن خلالها على كل ربع الوطن شكرا لدكتور عبد الرحيم العدري اللي حاول يمثل معنا المهريب المنسي شكرا جزيلا لك المصالحة الاجتماعية المصالحة الاجتماعية أولا والمصالحة الاجتماعية أولا وأخيرا شكرا لكم جمهور أو مشاهدي ميديان تيفي على وفائكم لهذه الحصة نهاية هذا العدد ونضرب لكم موعدنا الأسبوع المقبل وعدد جديد وموضوع جديد نرفع عنه الحرج في أمان الله اشتركوا في القناة